ككل شيء في العراق يتداعى التعليم بل ويأخذ بالانهيار وكأن احتلال العراق لم يكن احتلالاً بالمفاهيم المعهودة بل تدميراً للبلد طال جميع جوانب الحياة طياً لماضيه وقتلاً لحاضره ودماراً لمستقبله من هنا عرف العالم الكتابة وسنة القوانين وبنى الإنسان العراقي أولى لبنات الحضارة وها هو العراق اليوم في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة يتذيل قوائم التصنيفات بل ويخرج منها في الأمن والصحة والنزاهة وحتى التعليم لم يكتفي خنجر الفساد الضارب بمؤسسات الدولة بإزهاق روح الحاضر فطل ليأتي على ما تبقى من المستقبل بإنشاء أجيال لم تأخذ حقها بالتعليم وإن أخذته فيكون على مضض وباعتراف نواب في البرلمان يتحدث النائب السابق نديم الجابري عن تسبب السياسات العامة للحكومة بتراجع التعليم فيؤكد أن التعليم العالي في العراق خرج ولأول مرة عن التصنيف الدولي حيث لم تعد دول العالم تعترف بشهادات خريجي جامعات العراقية الجابري قال إن التعليم في العراق دمر بطريقة منهجية من ذلك استثمار الأحزاب في هذا المجال فهناك متنفذون يملكون مدارس وكليات أهلية كمصادر للكسب لا أكثر بالإضافة لأسباب أخرى تسببت بارتفاع نسب الرسوب بحسب وكيل وزارة التربية السابق نهاد الجبوري الذي كشف عن رسوب أكثر من مليون ونصف المليون طالب خلال عام دراسي واحد بالرغم من أن العراق قد يكون البلد الوحيد في العالم الذي يتم طلابه ثلاثة أدوار في الامتحانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط قال إن عدد التلاميذ المتسربين من المدارس بلغ مائة وواحدا وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانية وستين تلميذا في العام الدراسي 2017 و2018 وذلك يرجع لقلة الأبنية المدرسية وتهالك الموجودة بالرغم من الميزانيات المليارية المرصودة لهذا الغرض قبل أن تستحوذ عليها مافيات الفساد فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراقيون منظمة هيومن رايس ووتش أكدت من جانبها أن التعليم في العراق يمر بأسوأ حالته مبينة أن البلاد تحتاج لأكثر من 11 ألف مدرسة جديدة لاستيعاب زخم الطلاب قد لا يرى في المستقبل المنظور حل ناجع يوقف تدهور التعليم وإن وعد المسؤولون بذلك طالما أن الخلال يكمن في منظومة كاملة معتلة ترجمة نانسي قنقر